مروان عطية مروان بي أختار في المؤتمر بيروح نحي تلمين ويعمل عملية المسندة زي الكرة التي جبتها بتاع الكرة الهدف وبدايتها دي كرة دي كرة من الكرة هاتوا السور الشباب اه حطي حطي للسور تاني وعرضها وإحنا بنتكلم عادي ما توقفش على هتلاقي انه التغطية ناحية الشمال بيعملها مروان التجميع ناحية اليمين الوقوف في العمق عشان اخده الكرة التانية كل ده كان بيعملوا مروان الخروج بالكرة كان بيعملوا مروان وينزل يسقط ما بين الحمد فتحي ورامي ربيع فقاء كتير التغطية هنا ناحية الشمال وتاكلينج عظيم عملوا بشكل ممتاز بدون اخطاء خد الكرة ورجع الاستحواز ماشي اللقطات انا عايز اقف عن لقطة بس الهدف التاني بتاع عمر برموش لان بداية الهدف ده هي قطعة من مروان عطية القطعة دي ناس كلها ركزت مع الجول يا كريم هيجي دلوقتي اه ماشي الحالات وحب نتكلم الناس كلها في كرة الجول الناس ما خدتش بقالها خالص مين اللي جاب لك الجول ده مين اللي رجع لك الكرة في التوقيت ده اللي رجع لك بص مكان مروان فيه عشي رجع الكرة التانية دي امثلة للكرة للكرة التانية والحاجات اللي كان بعاملها مروان امتى وازاي بيقدر يتواجد في المكان ده بتتكلم على جهازية وتركيز وسكانينج بيعمله طول الوقت الكرة فين وانا هقف فين وعي بمكان الخصم ووعي بالمكان اللي انا واقف فيه هتيجي الكرة انا عايز في الوقت بيجري منك وبص على الساعة فهتيجي الكرة دلوقتي اخر كرة بكلمك عليها هتيجي في ديها خمسة واربعين ديها الاولى من الوقت بدل الضايع الهدف بدايته فين الهدف هجمة على منتخب مصر اطعى بيقطعها مروان عطية باص واحد اطعى بباصة واحدة بيروح بعديها بصها كريم الكرة هنا فين هجمة على منتخب مصر كامل عيب ورا اثنين اربعة ستة تمانية تسعة تسعة لعيبها منتخب مصر كرة هجمة طبيعية جدا على منتخب مصر بص القطع دي بداية الجول اللي هجيبه عمر مرموش ماشي ماشي هاتي الفريم اللي بعده بص الرجل هنا تركيز على الكرة بيقطع كرة بدون اخطاء كمل كمان قطع الكرة هنا بدون اخطاء رجع الكرة دي بداية القطعة خدها مروان باص كمان ماشي ماشي الفريم اللي بعده باص من مروان لمصطفى مصطفى هيود عمر مروان مفراد بداية الكرة دي بدل ما هي هجمة على منتخب مصر لعيب عمل كل شيء عشان نحمي خطة حسام حسن فكابتل حسام حسن إن هو أشاب مروان مبارح هو يستحق هذه الإشادة اللحمة كمية اللعيبة الهجومية اللي لعبت في تشكيل مصر مبارح لعيبة واحد بس في الملعب هو مروان عاطية واحدة من أفضل وأصعب المباراة على مروان عاطية على مدار الموسم مروان عاطية ملقاط زاكي جدا جدا في وسط ملعب منتخب مصر وشكل مختلف للعيبة مركز 6